السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد من سلسات تحويل البيانات على الاكسل مبادئ power query او PQB الفيديو ده PQB08 لسه بنتكلم عن تحويل البيانات وده الفيديو التاني اللي متكلم فيه عن تحويل البيانات النهاردة هنتكلم على الحاق او او اضافة البيانات الى الجدول او ما يسمى باللغة الانجليزية append مهمة جدا في ال power query والنهاردة هنشوف ازاي بتشتغل عندنا مثال عملي مثال عملي عبارة عن مبيعات لتلت سنين ولكن كل سنة موجودة في جدول مستقل عادل اعمدة في كل سنة او في كل جدول غير سابت بمعنى هنلاقي جدول فيه اربع اعمدة جدول فيه خمس اعمدة و هنشوف ازاي ممكن نتعامل معها عشان نعمل append والحاجة الاخيرة ان فيه احد الجداول لا يحتوي على قيمة للمبيعات يعني حلاقي فيه الاسعار والكميات و انا محتاج احسب المبيعات بنفسي داخل ال power query و احنا شغالين هنشوف ازاي ممكن نحسب المبيعات او ممكن ازاي نضيف عمود محتسب داخل ال power query هنشوف ازاي نوحد عدد الاعمدة في كل الجداول عشان نعمل عملية الاضافة او عملية ال append بشكل سليم و مظبوط لو عايز تشتغل معايا و انت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في ال description هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل download لل excel workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتقتش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجي لك notification لما نعمل فيديوهات جديدة في المثال العملي النهاردة عندنا زي ما انت شايف مبيعات ثلاث سنوات وكل سنة موجودة في الشيت 2017 18 19 السنة الاولى 2017 عندك رقم المنتج او كود المنتج وعندك size بتاع المنتج وعندك التاريخ وبعدين الكمية والسعر والاراد او revenue الشيت التانية دو زي ما اتنين اربعة ست عمدة روح على الشيت التانية هتلاقي فيها اربع عمدة بس ما عندك size كمان عندك ال quantity وال price بس ما عندكش البيع ما عندكش revenue 2019 عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انا مطلوب مني ان انا اعمل تقرير واحد للتلات سنوات مع بعض فعايز اشتغل على الكلام ده باستخدام power query خلين روح على اول واحدة وزي ما انت شايف البيانات متحولة او ال data set متحولة الى table format زي ما انت شايف ولو روحت عال table design هتلاقي في اسم مناسب اردي جاهز sales 2017 فاقدر على طول اروح على ال data ribbon واروح على get and transform على الشمال واختر الايكون بتاع from table او range ولو دوست عليه هياخد على طول ال table ده ويوديه على power query editor على يمين حلاقي زي ما انت شايف ال query settings اول حاجة الاسم sales 2017 اسم كويس مفيش مشكلة الاكسل اللي واحده في ال upload steps حاول يدتكت ال data type واعتقد ان كله ماشي كويس one two three دي معناها ان ده number وال a b c دي معناها ان ده text مفيش مشكلة هنا date و time اعتقد ممكن اغيرها لdate طبعا هختار replace current ان هو قريدي عمل change type فطالما انا هغير حاجة في change type فحقول له بدل ما تزاود خطوة جديدة اعملها في نفس الخطوة السابقة بعد كده عندي ال quantity one two three دي معناها whole number one dot two في price one dot two في revenue معناك كده ان دول دسم النمبر فاعتقد كله تمام ممكن اعمل load على طول للكويري دي مفيش حاجة تانية محتاج اعملها دلوقتي وهسيبهم زي ما هم ستة اعمدة ونشوف بعد كده ايه اللي هيحصل هروح على close and load close and load two هيفتح ال dialog box بتاع load two انا مش محتاج احطها في حتة خليها دلوقتي only create a connection معناها ايه معناها انه هيحتفظ بالكويري اقدر استخدمها في اي حاجة تانية ولكن مش هتظهر عندي في ال excel sheet هتفضل محتفظ بيها ومتسيفة في ال back end بتاع ال workbook هدوس اوكي زي ما انت شايف 2017 connection only انا كده تمام اول واحدة sales 2018 ممكن استعمل الكي بورد هستعمل shortcut alt a p t نفسا انا عملته بالزبط رحت على power query اسمها sales 2018 الاسم تمام الاربع columns و data types كلها تمام بس ده هنغيره نخليه date مكان date و time replace current ما عنديش مشاكل close and load close and load close and load two هيفتحي نفس ال dialog box only create a connection كليك على اوكي بقى عندك 17 و 18 كل واحدة في الكويري مستقلة روح على 2019 نفس الكلام احفظ معايا shortcut alt a p t data types تمام الاسم مفيش فيه مشكلة هنغير الdate و time هنخليه date بس و هقول له برضو replace زي التانيين close and load close and load to only create a connection واوكي حركة بقى عندك ثلاثة queries كل واحدة فيهم معمول بيها connection only 17 و 18 الوقتي عايز احطوهم مع بعض في table واحد وهنا محتاج استخدم append هجيب منين append هروح برضو على data ribbon على get and transform هستعمل بقى get data الايكون الكبير ده و هدوس عليه و هنزل تحت الى حاجة اسمها combine queries و هختار حاجة اسمها append اول ما هدوس عليه هيفتح لي dialog box و يسألني انت عايز تعمل append ازاي? append زي ما انت شايف عندي two options يا اما two tables بس مع بعض فيقولي مين primary table و مين table to append to the primary لكن انا محتاج اكتر من جدول ف هختار three or more tables و اجاب لي هنا كل الكويريز اللي موجودة عندي اللي هما 17 و 18 و 19 و هنا زي ما انت شايف عايز يعرف انا عايز append مين مع مين بالزبط هختار اول واحد 17 و دوس على shift و اختار اخر واحد 19 كده علمت على التلاتة دوس على add و اقول له اوكيي هيفتح لي تاني power query editor و هيعملي query جديدة فيها التلاتة كويريز مع بعض زي ما انت شايف اسم الكويري ده باي ديفولت سميه append one ف محتاج اغيره ف هسميه مثلا all sales و enter و جاب لي زي ما انت شايف السورس طبعا انت لو خد بالك هنا هجيب لي كام كولوم هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لو فتحت مثلا حاجة زي revenue هنا طبعا خد بالك انت لما بتفتح من power query لو عاد السطور كبير طبعا هنا انا عندي التلاتة كويريز دول مع بعض اكتر من 180 الف line فلو قلت له load more لازم اعمل load more فحيبدأ يعد عدد الروز الزيادة وهلاقي عندي حاجة اسمها null ولو عملت عليها filter زي ما انت شايف كده هتلاقي النال ده موجود فين موجود في سنة 2018 اللي ما كانش فيها رقم revenue محتسب كمان عندك هنا حاجة لو شلت الفلتر ده اقدر طبعا من red x دي اشيل الفلتر لو شلت الفلتر من هنا ورحت على size هتلاقي حضرتك ان size ده مش موجود بس غير في سنة واحدة بس بقيت السنين ما فيهاش كلمة size خالص فاختار برضو النال وحتلاقي النال ده ساعتها موجود في سنتين اللي هما 2018 و2019 طيب انا محتاج اوضب الديتا دي علشان اقدر احطها في report واحد يكون لي معنى طيب اعمل ايه خليني الاول اعمل close و close and load 2 وحقفل الكويري دي خالص وحعمل لها load الكويري محتاجها فحعمل لها load فحروح على table هاختار table وحروح على new york sheet واقول له اوكي حلاقي الكويري رابعة اسمها all sales ولكن في sheet جديدة وحتلاقي بيخلق لك table جديد موجود فيه data اللي جاية من ال data queries الثانين وزي ما قلت لك هما اكتر من 180 actually هما هو عدوا 200 الف رو زي ما انت شايف ودي data بتاعتك طبعا ما هياش احسن حاجة في الدنيا لانك لو فتحت هنا زي ما قلت لك هتلاقي revenue مش كامل ولو فتحت هنا هتلاقي size برضو مش كامل فانت محتاج انك تزبط الدنيا شوية تعالى ناخد دي في الاخر وحنسميها زي اسم الكويري all sales ودوس على enter وتعالى بقى نعمل edit في الكويريز الاصلية نفسها انا عايز اروح على sales 2017 double click عليها عشان يفتحي الpower query واقدر اعمل شوية edit التعديل الوحيد اللي انا محتاجه هنا ان انا شيل size لانه مش موجوده هنا بس وبالتالي مش هقدر اعمل report بدلالة size فكل هعمله ان انا هقف عليه right click واعمل remove كده اعتقد ادي خطوة زي اسمها remove column اعتقد كده الكويري دي جاهزة ممكن افتح من هنا الاقي كل الكويريز بتاعتي فممكن اروح على 2018 واعمل عطول change اللي انا عايز اعمله زي ما انت شايف مشكلتي في 2018 ان انا عندي quantity و price بس ما عنديش رقم المبيعات فمحتاج اضرب الاثنين دول في بعض عشان احسب رقم المبيعات هروح فين هروح على add column عندي حاجة اسمها custom column ممكن استخدمها بس انا استخدم حاجة تانية هختار quantity وهدوس على control او shift واختار price فكده انا مختار العمودين دول مع بعض ال quantity وال price وحروح على حاجة اسمها from number وحروح حاجة اسمها standard وحاجة اسمها multiply اول ما حدوس على multiply زي ما انت شايف عمل لي column جديد اسمه one point two ومكتوب في multiplication واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لو رجعت على 2017 واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ولو روحت 2019 نفس الخامسة ما عندكش مشكلة خالص انت كده جاهز ممكن تروح على home وتقوله close and load وتقفل او تروح من الاكس اللي موجودة فوق وتدوس عليها بس لازم تقوله keep عشان يسايف ال change اللي انت عملته هيعمل التغيرات خلاص اتسايفت هنا انا محتاج بقى اعمل refresh لي القويري اللي فيها ال append او القويري المجمعة هاقف عليها واعمل right click واقوله refresh هاعمل reloading لل 208 رو مرة اخرى فزي ما انت شايف رغم ان عملت التعديلات في 2017 و2018 لكن عملنا refresh ل2019 وحصل التغيير في 2019 زي ما انت شايف ال size اختفى ولكن بص هنا ايه اللي حصل بدل ما جالي ال revenue كله تحت بعضه بقى عندي اتنين column واحد اسمه multiplication والتاني اسمه revenue طبعا مش ده اللي انا عايزه انا كنت عايز revenue يجي تحت بعضه تفتكر ليه لان اسامي ال columns مش زي بعض يبقى انت لازم تراعي وانت بتعمل append ان ال header بتاع ال column لازم يكون واحد في كل الجداول وإلا هيعمل له column جديد ومش هيعرف يحط اتنين تحت بعض خد بالك نفس المشكلة هتحصل لك لو ال data type ما هواش مظبوط يعني لو كله مش شايف مسلا ال column بتاع ال date ده لو مش شايف كله date زي بعضه هيعمل مشكلة لو مش شايف ان ده number هيعمل مشكلة فلازم تراعي اول حاجة ان يكون الاسم بتاع ال header مظبوط وكمان لازم تراعي ان يكون ال data type بتاعتك مظبوطة طب تعالا بقى نصلح اللي احنا عملناه هنفتح 2018 double click عليها هيفتح لي تاني ال power query editor كل اللي محتاج اعمله multiplication دي double click على ال header وهكتب revenue ودوس enter خد بالك لازم يكون مظبوط بالزبط حتى كمان خد بالك ال power query case sensitive يعني لو اقول R capital في الاساس بتاعك او في ال table التاني لازم تفضل ال R شغالة معك capital نفس الكلام تعالى نقفل ونقول له keep كده هو عمل save لل change بتاعك محتاج تعمل refresh للكويري زي ما انت عارف انا ممكن اعمل refresh من اماكن كتير قوي ممكن اقف على ال query ودوس على زور ال refresh من هنا ممكن اعمل right click على ال table واقول له refresh حيعمل loading تاني وحتشوف دلوقتي التعديل اللي هيحصل في ال table دلوقتي multiplication column اختفى والrevenue بقى كله تحت بعض ولو فتحت الفلتر مش هتلاقي اي blank كله تمام نفس الكلام عندك ال quantity وال price زي ما انت شفت عملت append مرة واحدة اي تعديل هتعمله في اي query من التلاتة طالما دي معمول لها append على التلاتة queries دول مع بعض في اي تعديل هيسمع بشكل تلقائي بعدما كانت ال data كل واحد في جدول وشكل ال data مش منتظم قدرت احطهم تحت بعض باستخدام append اقدر بعد كده لو انا عايز اقدر اعمل pivot table مفيش مشكلة ولكن اللي انا محتاج اعمله بعد كده وده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي اني اغير الاكواد اللي موجودة هنا الى اسامي المنتجات وعشان اقدر اجيب معلومة اسم المنتج والكاتجري كمان بتاع المنتج ده هيكون في الجدول بنعتبره look up table او dimensional table بيكون فيه معلومة الكود وجنبه الاسم طبعا في الاكسل العادي هستخدم حاجة اسمها فيلو كاب الناس كلها عارفاها في المعادلات بتاعة الاكسل او دوال الاكسل هستعمل حاجة اسمها فيلو كاب ولكن في ال power query موضوع الحلقة الجاية هيكون حاجة اسمها merge queries ازاي اقدر اجيب معلومة من جدول one وجدول two واعمل دمج ما بين الاثنين واحطوهم في جدول واحد وده هيكون بديل للفيلو كاب الموجودة في الاكسل العادي وده ان شاء الله موضوع الفيديو جاي بي كيو بي zero nine ولو لسه مشتركش في القناة لو سمحت اشترك ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واسب لي comment وكده وصلنا لهاية فيديو النهاردة شكرا جدا لوقتك وارجو تكونوا استفدتوا وشوفكم في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته